مرحبا بكم رجعنا لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير تمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يلا بي حمص منها 300 غ نضيف الماء ونسيبه ونتركه من 8 ل 12 ساعة هذا بعد 12 ساعة نغير الماء نضيف ماء جديدة نخسر الحمص ونضيف ماء جديدة معلقة صغيرة بكم صودة او بكم بودر نحرك ونتركه على حرارة فوق المتوسطة 45 دقيقة او حسب ما ينضج الحمص ممكن انتو تفحصوه تفحصو الحبه مثل هيك اذا كانت مثل هيك تكون الحبه مستوية نصفي الحمص طبعا ميت الحمص هي نستخدمها لفتة الحمص ميت الحمص نرفع من الحمص المسلوق على جنب نستخدمه للتزيين منتحن الحمص هذه المرحلة الاولى منتحن الحمص طحنه الاولى منتحنه وهو سخن بكون سهل في الطحم منتحنه جيد نتركه في البراد او في التلاجة لا يبرد مسافة ما احنا نعمل اشياء تانية نعمل الخبوز نعمل اللحم نعمل شغلة تانية بيكون الحمص برد هو عمليا طريقته كثير كثير سهلة طبعا في اكتر من طريقة لكل واحد عنده طريقته ولكن هذه طريقة القديمة والمختصرة وبدون اي تعاقدات نعمل 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 حمص طحن مثل ما انتو شايفين هو كريمة ولكن في الطحنة التانية بكون كمان افضل هدول كلهم 300 جرام حمص ناجف بعد النقع وبعد السلق وسير كمية كتير كبيرة ومتضاعفة خلاص هذا كل شيء نتركه في البراد شوية ليبرد هذا الخبوز اي نوع خبوز فينا نستخدم اي نوع خبوز فينا نستخدم الفينو الخبوز البيت اي نوع ويفضل يكون الخبوز بيت يعني على الاقل يكون يعني يعني خبوز قديم يعني قبل اليوم يومين مخبوز نعمله زي هيك فتفية صغيرة بعد ما نضيف مية مثل ما انتو شايفين نضيف مية الحمص طبعا مية الحمص يعني تكون يعني انتعارفين الخبوز بتشرب المية فكققتر مية الحمص المية من بين المية تكون يعني قليلا منبركة لفوق يعني تكون humility ليبين السلام يحسب انه بيشربها كلها بيشرب يعني نضيف كمان شوية الفين التقنية ما تكون 이를imal اللcelium inator بعد ذلك نغطيها ونتركها جانب ونعمل شغلة ثانية لحمة لحمة حمرة أي لحمة بتحبوها لحمة خروف لحمة أبقار بنقطعها قطعة صغيرة للحمة نحط شوية زيت شوية زيت على المقلة يفضل زيت زيتون نحط شوية زيت أو زيت نباتي حسب الموجود ونضيف اللحمة مقطع قطعة صغيرة على ساسة أنها تستوب بسرعة ونضيف شوية ملح ونضيف شوية الفلفل أصمر قليل من الفلفل الأصمر هذا كل شي نحركها ثلاثة أربع دقائق هيك استوات هيك هيك جاهز هيك لفترة الحموس اللحمة هلأ اللوز اللوز بنجيب اللوز نضيف عليه ماء ساخن ونتركه أقل شي عشر دقائق ماء ساخن بغلي بعد عشر دقائق فوق لحاله ونتو زي ما انتو شايفين نحطه على فوطة تشفط كل الماء الموجود عليه ونحمي الزيت ونحطه بالزيت لازم يكون حذرين اللوز لازم انطلعوا كابل ما يحمر بشوية ونطلعوا لانه بكمل الاستوى الخارج برا بكمل الاستوى برا انه بضله في زيت فبكمل الاستوى برا هذا كل شي وهذا الحموس المرة التانية والاخيرة واذا انتو معنيين في طحينة الحمص طحينة الحمص هي موجودة الرابط تحت بالأسفل للرابط اذا انتو بتعمل طحينة الحمص هان عصير لمون عصير لمون عدد اثنين وملح معلقة صغيرة او حسب الزوق طحينة تقريبا اقل من كوب طحينة ومثل ما حكيت لكم الطحينة موجود الرابط بالأسفل تحت تقريبا مية وخمسين جرام انا حطيت والرابط موجود تحت الرابط طحينة هو سهل كتير ولكن اذا متوفرها جاهزة يفضل لوحد يجيبها جاهزة مش مش هتوفر شي نطحنها نجيد هي سهلة كتير كتير سهلة وبسيطة وكتير كتير يعني وجبة يعني يعني دقيلة يعني حلو حلوة هاي ممكن لو بتعبوا صحون هاد الكمية بتعمل خمستاشر صحين مثل الصحين هادا. نضيف حموص اللي احنا رفعناه حموص مسلوق ونضيف اللي هو الفلفل مع اللمون. هذا فلفل مخروط مع عصير اللمونة ونضيف شوية زيت زتون. وهذا كل شي. لرمضان هذا اكل كتير كتير حلوة مميزة. ولا عمطو بخير. نضيف تلات معالق كبار مليانين حموص معالق طعام. وبنحرك جيد. زيما انتوا شايفين هو شرب كل المية. حرك جيد. وبنسكب. طبعا الكمية انت بتعملوا هذه الكمية انا انا كمية صغيرة. الفتة ممكن تعمله اه 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 اشخاص لاربعة ضعف الكمية انتوا حسب الاشخاص ومجريين عنكم. ها نضيف الحموص الحب المسلوق. الان رفعناه على جنب. وبنضيف اللي هو الفلفل المخروط مع الليمونة العصرناها. وبنضيف اللحمة المفرومة مقلية. بالزيت. وبنضيف اللوز. ونضيف رشة بقدونس. قليل من زيت الزيتون. وصحة والف عافية. ولا عمطو بخير. اشتركوا بالقناة. اشتركوا بالقناة. اشتركوا بالقناة. اشتركوا بالقناة. مع السلامة.